وقفت رؤية الغربية لمفهوم حقوق الإنسان في ظل انتشار جائحة كورونا أمام القيود التي فرضتها على الحكومات من ضرورة تحقيق التوازن الصحيح بين تدبير الحازمة لإبطاء انتشار الفيروس وحماية الأرواح من جهة واحترام استقرالية الإنسان وكرامته من جهة أخرى اتضح على إثرها ضرورة تبين منظور شامل لحقوق الإنسان يتجاوز حصرها في فكرة الحريات ويشمل الحصول على حياة كريمة وعوائد التنمية المستدامة ومرعاة مفاهيم سياسية كالمسواة وتضامن وعدم التمييز وقد ركزت استراتيجية تنمية المستدامة أو رؤية مصر العام 2030 على بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي وقادر على كفالة حق المواطنين وفي المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة وسيادة القانون ويحفز فرص الحراك الاجتماعي والمبنية على القدرات ويوفر آليات الحماية من مخاطر الحياة ويقوم أيضا على التوازي بمساندة شرائح المجتمع المهمشة ويحقق الحماية للفئات الأولى أو الأولى برعاية